فضيحة جديدة بطلها أحد أركان العائلة الخليفية المدعو فواز الخليفة سفير النظام الخليفي في بريطانيا الفضيحة تفجرها النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار في مجلس العموم البريطاني توم بريك الذي اتهم السفارة الخليفية بالتواطئ في تنفيذ أعمال انتقامية ضد عائلة الناشط الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي فقد كشف النائب البريطاني عن تلقيه رسالة من السفارة الخليفية في لندن تفيد بإصدار محكمة خليفية حكما بإدانة أفراد من عائلة الوداعي وذلك قبيل أسبوع من صدور الحكم مما يؤكل تورط السفارة في استهداف عائلة الناشط الوداعي على خلفية نشاطه الحقوقي بريك وجه رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون أكد فيها على ضرورة تقديم السفارة الخليفية الاعتذار لعائلة الوداعي مطالبا باستدعاء فواز والتحقيق معه والسعي لوضع حد لتهديداته للوداعي ويأتي الكشف عن هذه الفضيحة بعد أن أصدرت محكمة خليفية حكما في نهاية أكتوبر الماضي على عمة الوداعي هاجر منصور وابنها السيد نزار الوداعي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى ابن شقيقها بشهر مع غرامة مالية ومما يعزز هذه الاتهامات لفواز الخليفة هو تاريخه الأسود في البحرين عندما أسهم بشكل فاعل في اعتقال الرياضيين وتعذيبهم على خلفية مشاركتهم في ثورة الرابع عشر من فبراير عام 2011 فواز الخليفة يمثل الوجه الكالح للعائلة الحاكمة في البحرين التي تحظى بدعم بريطاني غير محدود بالرغم من سجلها الأسود على صعيد حقوق الإنسان اشتركوا في القناة